اشتركوا في القناة اكتر من مجال نيتشات مختلفة حرفيا مجالات اسعارها عالية بتضرب في السماء ومجالات اسعارها متوسطة ومجالات سهلة المنافسة تقدر تشتغل بيها في اي وقت النهاردة بقى هتديك المقالات دي كلها على طبق من دهب بقولك افتح للمحفظة بتاعتك وانا هستفلك فيها الدولارات وقفل وامشي ما تعملش اي حاجة تاني ما تستفعش فلوس مقابل المحتوى ده باذن الله المقالات دي مش هتلاقيها نهائيا بشكل مجاني او مدفوع يعني دور في كلا الحالات مش هتلاقيها لانها موجودة معايا من اكتر من خمس سنين لورا والموقع اللي كانت موجودة عليه المقالات دي اصلا اتقفل تقريبا من كم سنة لورا برضو من قبل ما تنزل المقالات دي لانها متصربة منه عن طريق الداتابيس المقالات دي حرفيا موجودة في المحتوى الاجنبي وبشكل مدفوع وبفلوس كتيرة ولو عرفت توصل لها عشان كده ما تنخلش علي بان انت تدعم الفيديو ده باللايك وصلوا الفيديو ده لالف لايك وباذن الله هنزل لكم مجالات تانية تشتغل به المحتوى اللي انا هتديه لك النهاردة تابعوني بعد الفاصل هرجع لكم مرة تانية اهلا بيكو يا شباب رب تكونوا بخير وسعادة ريام معاكو في حلقة جديدة الفيديو ده المفروض كان ينزل مبارح وللأسف الشديد عشان اولادي تعبوا شوية اضطورت ان انا اجلوا النهاردة فبطلب من حضراتكو فضلا وليس امرا دعوة حلوة كده منكو في قلبكو حتى مش لازم ان تكتبوها ان ربنا يشفيهم ويجاومهم بالسلام عشان بيزنى لا نزل لكم محتوى اكتر واكتر وكون نفسياتي كويسة فيديو النهاردة هديك كنز حرفيا مش موجود مع اي حد فالفين وتسعتاشر ولو حد معا الكنز ده فهو محتكروا لنفسه حرفيا معايا الخمسمائة الف مقالة دي او النص مليون مقالة اجنبية من خمس سنين اللي واره ومش عارف انا دماغك اتفهم ما نزلتهاش ليكو ليه من وقتها ولكن يمكن لما عملت الحلقتين اللي فاتوا خلاص بقى عرفت ازاي نوظف المقالات دي لصالحنا الشخصي هعرفك النهاردة هل المحتوى المنسوخ هيضرك ولا لا وايه نسبة النسخ الموجودة في المقالات بتاعة النهاردة وازاي تقدر تستفد بيها في اكتر من مشروع مختلف خليني في البداية كده ام لعينك ووريك النص مليون مقالة في اكتر من مجال زي ما انت شايفين بالشكل ده افليايت بقى داقس عزاكم الله ليه الكلاب يعني بلوج اmunition شعارف سيارات إي باي ماركتنج كل حاجة حرفيا كل حاجة هتلاقيه هنا كل حاجة زي ما انت شايفين بالشكل ده هقلب معاكم كده خلاص المقالات من الفين وخمستاشر والفين وستة زي ما انت شايفين بالشكل ده عشان كده بقول لك دي مقالات قديمة اصلا خلاص يعني موقع اللي كان شغال بيها تقريبا مش موجود دلوقتي خلاص كل حاجة هتلاقيها زي ما تشوفين بالشكل ده. تمام? مترتبة ترتيب اب جدي من الايه للزات. وحاجات تانية اكتري جدا جدا زي ما تشوفين بالشكل ده. كل الملفات دي جواها مقالات. بازن الله سيب لك ملفة مضغوط تحت في حمله. وما تنساش ان انت تدعي لادم وريان ان ربنا يجوهم بالسلامة. زي ما تشوفين بالشكل ده. كل دي نتشات ممكن تشتغل بيها والمقالات بتاعتها موجودة حصرية ليك انت. لان زي ما قلت لك المقالات دي جديمة جدا جدا مش موجودة عند حد قبل كده. تمام? ايه بقى الدوبليكيتد كونتنت? الدوبليكيتد كونتنت اللي هو محتوى موجود في موقع وانت اخدته وحطته في الموقع بتاعك. اللي هو بمعنى صح انا اخش انسخ من عندك المحتوى بتاعك وحطه عندي وانفسك في جوجل. في ناس كتيرة جدا جدا عندها المصطلح الخاطئ اللي هو لو انت اخدت مني اه محتوى لو انت عملت نسخ للمحتوى بتاعي وحطته عندك جوجل من تلقاء نفسها هتديك مخالفة وهتوجع الرنك بتاعك. احب اطمينك واقول لك جوجل ملهاش علاقة بالموضوع ده. يعني لو انا محمد وانت احمد انا دخلت من عندك خدت المحتوى بتاعك وحطته عندي في الموقع بنفس كل حاجة وانا عندي مميزات في الموقع بتاعي اعلم دللي عندك حرفيا انا هتصدر عليك تمام? جوجل مش هتتكلم معي ومش هتديني مخالفات ومش هتعمل اي حاجة الا لو انت شخصيا اتحركت اللي هو لو انت احمد اتحركت وبلغت او جوجل ان محمد ده اخد مني المحتوى وقادل المحتوى بتاعه وقادل المحتوى بتاعي. في الحالة دي جوجل هتوجع المحتوى بتاع محمد وتسيبه المحتوى بتاع احمد زي ما هو. طيب ازاي بقى نستفاد من المحتوى المحتوى المنسوخ اللي هو تقريبا بنسبة عشرة الى خمسة وعشرين في المية من النص مليون مقالة اللي موجودة عندكم ديت اللي موجودة طبعا تحت في بشكل منسوخ ولكن بتزبط خمسة وسبعين في المية المحتوى ده ما نزلش قبل كده لان زي ما قلتلك مش موجود مع اي حد في المحتوى العربي. تمام? مش هي هارم المواقع بتاعك زي ما تشافين كده. هقرار لكم الكلمة دي. بيقول لك ان المحتوى المنسوخ ممكن يعملك يعني اه ضعف في يعني لو انت مسلا بتظهر في الصفحة الاولى هتبدأ تظهر في الصفحة التانية والتالتة وترجع لورا ما تطلعش لقدام. وبيقول لك كمان ان في اكتر من شخص بيقولوا ان المحتوى المنسوخ بشكل كبير ممكن يديك اللي هي مخالفة من جوجل. احب اقول لك ان الكلام ده مصح. او خلاص يعني الكلام ده مصح. مفيش مخالفات من جوجل على المحتوى المنسوخ. الكلام ده مش جايبه من عندي. مش بفننهو لك مش بهبت مش حاب مش جاعت كده على الكيبورد بكتب لك اي كرام وخلاص. لو دخلت كده على يا اوست ويا اوست دي اكبر اداة بتتكلم عن الحرفيا معلوماتها مش غلط خالص. هسيب لك روبط المقالة موجود تحت في الديسكريبشن. اكتب دوبلك كونتنت في جوجل وانت هتلاقي اكتر من مقالة بتتكلم في الموضوع ده. ولكن بيقول لك هنا خلينا اوصل للجزئية اللي هي بتتكلم عن اه المحتوى نفسه. بمعنى بسيط جدا جدا للناس اللي لسه بسيطة بيديك نقطة سودة في بتاعك. واحب اعرفك برضو ان النقطة دي مساوية للنقطة اللي بيدها لك اعلان جوجل اللي انت حطه عندك في الموقع. يعني انت انا ما تحط اعلان جوجل عندك في الموقع جوجل بتعلم عليك علامة سودة واحدة. مع ان اصلا تابع على جوجل ولكن ده القواعد بتاعتها. فلما تاخد كنت تتحط عندك في الموقع فانت بتاخد نقطة واحدة سودة مش هتضرك اصلا في التصدر ولكن اديك خدت حاجة من جوجل. الا بقى لو صاحب المحتوى نفسه راح بلغ على المحتوى بتاعك. خلاص? لو هو بلغ على المحتوى بتاعك في الحالة دي ممكن المقالة نفسها ترجع في الترتيب. خلاص? وممكن تتحزف ده لو المقالة نفسها اصلا متسبتة او بمعنى صح. يعني زي انظام اللي هو اه دراءة الاختراع. يعني انا عملت المقالة مسلا جايد كامل. روح تسجلته في حاجة اسمها دي ام سي اي. لو انت خدت المقالة دي او الجايد ده حطيتو عندك كله من غير ما تصدر او تقول المصدر بتاعك. المقالة نفسها تتشيل من ال دي ام سي اي. خلاص? ولكن برضو مفيش خطر على جوجل ادسنس. ازاي بقى نردر نستغل المحتوى او الغير اللي هو موجود معنا ده باللغة الاجنبية في الموقع بتاعنا. احب اقول لك حاجتين. اما تفتح موقع خلاص باللغة الاجنبية وتشتغل به. اما تجدم على حسابات بالمحتوى ده وان شاء الله هتتقبل لان المحتوى الاجنبي قيم جدا عن المحتوى العربي في موضوع جوجل ادسنس. يعني مكتنب شوية المحتوى العربي بترفضه بسرعة بتطلع لك اي مشكلة. ولكن بتديك برضو في المحتوى الاجنبي من مميزات كتيرة لو انت برضو شغال على وان شاء الله هشرح لكم في العام اللي جاية زي هتجدم على وتبقبل بازن الله في خلال وقت وجلال جدا جدا عن تجربة شخصية. وممكن برضو اشتغل بالمشروع اللي شرحته لك في الفيديو اللي فات واللي قبل قبل اللي فات اللي هو موقع الاسئلة. هتقول لي ازاي هقول لك دلوقتي. ده كده موقع الاسئلة اللي احنا كنا عاملينه. لو دخلنا كده مسلا على المقالات انا يا سيدة عايز اخش على محتوى الهيلس. بما ان محتوى الصحة ده يعني محتوى قيم جدا. خلاص? خلينا ادار معاكم كده اي حاجة مسلا ولاكن المقالة دي. تمام? هفتح معاكم المقالة دي كده. هكفر واحدة وافتح التانية. هياخد الكلمة المفتاحية دي. تقريبا كده. مش عارف يعني ايه دي. تقريبا كده كده الكلمة في الصحة. المهم يعني اخش على وحط كده الكلمة دي واختار وادوس كده على زي ما انتم شايفين اجل سعر هنا هو واحد فاصلة اربعين دولار. زي ما انتم شايفين طبعا الهارد هي يعني كلمة مفتاحية مستهلة. ولكن لها مرضات سهلة جدا جدا. ممكن تشتغل بها عادي جدا جدا في المحتوى بتاعك. خلاص? خلينا كده اعريك برضو ان المحتوى ده بيتبحث عنه في انديا في الهند وفي وفي غيره كتير. لو دخلنا كده على دي كلمة المعدل البحث بتاعها جليل في المغضيع او الكلمات المفتاحية اللي ما فيهاش منافسة. خلاص? الكلمات اللي ما فيهاش منافسة هتلاقي معدل البحث بتاعها جليل جدا. لو دخلنا كده وعلننا على من الاعلى الى الاجال هنلاقي ان سعر النقرة بتراوح ما بين خمسة وتلاتين دولار لواحد فاصل اربع او واحد ونص. من واحد لنص لخمسة وتلاتين دولار سعر النقرة الواحد وزي ما شايفين واحد. مدام واحد هنا يبقى واحد ممكن تنافس في الكلمة دي. خلاص? ننزل تحت كده شوية. في اصفار هنا. في صفر هنا اوه يا شباب. خلاص? الصفر ده برضو. ممكن تنافس بيه من غير في واحد هنا ممكن تنافس بباكلينك واحد. في صفر برضو زي ما قلتلك. في الخمسة دي يعني خمس باكلينكات وتزهر. اتنين يعني وتزهر. انما اللي هي اتنين واربعين دي لازمك اتنين واربعين باكلينك عشان تقدر ان انت تنافس على الكلمة المفتاحية الصعبة دي. خلاص? ولكن في كلمة هنا تانية. اه امريكا مودل كاليج اوف هومو باتري. اه كيورد ديفكوت بتاعتها واحد. ستين واحد بيخشه. ولكن سعر ان نقرر خمسة وتعاتين دولار ده. اه اللي هو يعني متخصص جدا 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 جدا. تمام? خلاص انا خدت المقالة دي. ازاي بقى اشتغل بها على موقع الاسئلة? زي ما قلت لكم. خدت كلمة مفتاحية. ودخلت في جوجل. جوجل الاجنبي. جوجل اه او ممكن من كده. دول اربع اسئلة هاخدهم احطهم في الموقع بتاعي. وابدأ احط لهم الكلام من هنا. هابدأ احط لهم ايه? الكلام من هنا. طيب جبت الكلام هاخد المقالة دي نفسها كده كوبي. تمام? انا عايز بس اخد كده. تمام? اجي هنا في الموقع بتاعي. في بس معلومة بسيطة شباب تكتب الاسئلة وبعد كده تكتب الرد بتاعها. ما سيبش السؤال زي ما هو. واعمل كده. خلاص اخد ده كده كوبي وحطه هنا. ودوس كده على واخد المقالة نفسها كلها كوبي. رح جايزها على كلمة وحط المقالة كده. وحاول ازبط الاتش وان والاتش تو. الكلام ده كله ازبطه من هنا. اه طبعا. الكلام ده مصعب خالص. مصعب جدا. يعني مسلا دي كده اعلم عليها بالشكل انتم شايفينه ده. هاجي اختار من هنا. اللي هي اتش وان. تمام? اعلم كده بس. احطها في النص. ودوس كده على دي ازهار للاتش وان. لو فيه لنكات اخليها لنكات. فيه مسلا اتش اتش تو زي ده كده. اعلم عليه كده اواجه في النص. واختار من هنا اتش تو. واشيل بس كده فراغات بحيس ان المقالة تبقى مظبوطة معايا. نفس النظام كده اتش تو هو. اعمل نفس الكلام هنا. المهم يعني معادي الكلام وان زي تحت كده دوس كده على اد انسر. انا كده تمام بيقول لي اكتر من الاتناشر الف كاركتر. طبعا يعني اه ممكن ان انا ازود موضوع الكاركتر ده من جوه من الاعداد نفسها. فهاشيل بس انا هديك مثال يعني. خلاص? هاشيل كده. تمام? ادوس كده على اد انسر. اتحط المقالة بتاعتي اه وحط لي كده ايه? اه الوصف ده انا احطه. من جوه الاعدادات نفسها خلاص? ممكن اوسع العدد اللي انا ممكن احطه في الرد. ممكن نخليها مسلا انتالي تلاف كلمة اربع تلاف كلمة براحتي من جوه عادي جدا. تمام? لو علمت هنا يبقى ده هو البست انسر. لو علمت كده يبقى ده بتاعي. خلاص لو دخلت كده على المواقع الرسمي او من بره هتلاقي ان فيه وان انسر خلاص وفيه لو عملت كده فوت اب هتفوت معي اب من جوه. خلاص? ده كده اول موضوع. طبعا هكفل كده للمقالة دي. خلاص مش محتاجها. هخش مسلا على محتوى تاني. وليكن مسلا عايز اخشي لكم على محتوى يكون فيه اه اسعار ممتازة. خلاص في هنا شباب فيه طبعا ممكن تاخد المحتوى ده وتترجمه. تترجمه العروي. وتشتغل به في هنا اير ترافل. اير ترافل خلاص اللي هو محتوى الطيران. والكلام ده ممكن تشتغل به في موقع سياحة. موقع سياحة حرفيا. زي ما تشعفين. هاخد الكلمة دي كده. احطاها هنا. الكلمة دي اكتر يعني لها اكتر من شق. دي كلمة مفتحية. احطت كده. دي كده كلمة مفتحية. بتاعها اللي هو خلاص. لو علمنا كده هنشوف اعلى سعر ليها. خمسة وستين دولار وستين دولار وكلمات معاليهاش منافسة اصلا مش مذكورة. وعليها معدل بحس عالي. خلاص كلمة سيف ماني. لو خدتها كده وبحثت عنها. اشوف كده عليها نسبة بحسة ولا لا. طبعا مش موجودة. خالص. تمام. انا بجرب بس معاكم دلوقتي عشان اوريكم هل الكلمات دي شغالة ولا لا. زي ما تشعفين في كلمات هنا. لو دست كده علي. وعلمت كده على هتلاقى زي ما تشعفين اتنين ونص دولار اتنين دولار واحد وتمانين سنت واحد وعشرين سنت تسعين سنت حاجات كلها سبعين سنت على كلمة برضو. يعني سهلة. مس سهلة يعني بنسبة كبيرة ولكن حلوة وكويسة. ممكن تشتغل عليها عادي جدا زي ما تشعفين بالشكلة ده. تمام? احنا تكلمنا وقلنا آآ ان انت هتفتح الموقع ده وهتبدأ تعمل له اعلانات ومع وكمان النشط في مواقع التواصل الاجتماعي. مع الوقت بازن الله هتحصل على الارباح الكبيرة اللي انت بتشوفها دلوقتي قدامك. مش من اول شهر. مش من اول شهرين. ولكن بعد على الاقل تلت شهور هتبدأ تلاقي ثمار التعب اللي انت اديته في الموقع بتاعك اللي هو الموقع ده. خلاص? هسيب لكم الفيديوين التانيين فيديو زي تنشئ الموقع ده على استضافة مجانية. وفيديو زي تنشئه على استضافة مدفوعة. وان شاء الله لو احتاجته شروحات تانية للموقع ده او الفكرة دي بالاخص عرفوه تحت في الكومنتيات وزي ما نتركوا وصلوا الفيديو لالف لايك علشان انزلكوا محتوى تاني تستخدموا باستخدام المقالات دي. في حاجة تاني اخيرة ازاي بقى تعمل لو انت يعني خلاص تيقنت ان المحتوى دي منسوخة وموجودة على وجه يعني مسبقا للناس اللي هتشوفوا الفيديو ده اصلا اه بعد مسلا شهرين تلت شهور هتكون المعلومات بتاعت ممكن تكون استهلكت نوعا ما تخش على الموقع ده تحط المحتوى بتاعك وتدوس كده على تدوس من هنا اول ما تدوس على هيبدأ يطلع لك المقالة دي معاد كتابتها وبعد كده تعمل على والجرامر والكده وتاخدها تحطها عندك في الموقع وتشتغل بها عادي جدا. كلام ده ان شاء الله ممكن لو لقيت ناس مهتمة ابقى عملكوا ليه حلقة تانية. والحد كده يكونوا من فصلت لنهاية الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة